مرحبا بكم من في متحف تيتانيك خطوة إلى الوراء في الزمن لعظمة ومأساة السفينة الأكثر شهرة في التاريخ أثناء رحلتنا عبر المتحف واستكشاف معروضاته المذهلة عندما دخلنا، هالة من الترقب تملأ الهواء تم تصميم المتحف ليشبه سفينة تيتانيك نفسها حيث يحتوي على نسخ طبق الأصل مذهلة وقطع أثرية تنقلنا عبر الزمن إلى الوراء هنا لدينا نموذج للسفينة تيتانيك يمكنك رؤية كل التفاصيل المعقدة بدءا من قوارب النجاة وحتى مسارات البخار وكلها مصنوعة بدقة محطتنا الأولى هي الدرج الكبير وهو رمز مميز للرفاهية بفضل أعماله الخشبية المعقدة وتصميمه الأنيق نكاد نسمع أصداء الضحك والحديث التي ملأت القاع بعد ذلك، نستكشف معرض مقصورة الدرجة الثالثة تتيح لنا هذه التجربة المذهلة فهم التناقض الصارف بين أماكن إقامة الركاب المختلفين لا يسعنا إلا أن نشعر بمزيج من الامتنان والحزن عندما نتخيل آمالهم وأحلامهم داخل هذه العلبة الزجاجية توجد ساعة جيد توقفت في الوقت المحدد الذي اصطدمت فيه تيتانيك بالجبل الجريدي الأيدي متجمدة مثل السفينة في مياه المحيط الأطوصي الجريدية لا تنسى أن تلمس الجبل الجريدي فهو بمثابة تذكير ملموس ومخيف للجبل الجريدي المميت الذي ضربته تيتانيك خذ لحظة لتجربة الأسطح المنحدرة ومحاكاة اللحظات الأخيرة للسفينة إنه أمر غريب معرفة الرعب الذي لا بد أنه ساد على هذه الطوابط تحتوي هذه الغرفة على قطع أثرية شخصية للركاب إن رؤية متعلقاتهم الشخصية تضيف عنصراً بشرياً إلى الكارثة مما يجعلها أكثر إثارةً للمشاعر هناك على الحائط يمكنك قراءة أسماء الناجين والمتوفين وهو تذكير صارخ بالأرواح المفقودة نسخة طبق الأصل من مقصورة الدرجة الأولى للسفينة هي التالية البذخ مذهل وهو تناقض صارخ مع معرضنا قارنها بنسخة مقصورة الدرجة الثالثة يمكنك أن ترى الانقسام الطبقي الواضح الذي كان قائماً حتى في مواجهة الكارثة يضم المتحف أيضاً الملابس التي يرتديها الركاب من جميع الفئات انظر إلى التفاصيل الدقيقة لهذه الملابس التي تعود إلى حقبة 1912 لقد قاموا بإعادة إنشاء قاعة الطعام في تيتانيك يمكنك تقريباً شم الرائحة الغنية للوجبات المكونة من خمسة أطباق لا تفوت معرض قوارب النجاة يحكي قصة قوارب النجاة ودورها الحاسم في بقاء العديد من الركاب هناك أيضاً قسم مخصص لبناء السفينة يمكنك أن ترى كيف تم بناء أعظم سفينة في عصرها التالي هي الغرفة اللاسلكية التي تحتوي على نسخة طبق الأصل من جهاز ماركوني اللاسلكي المستخدم لإرسال إشارات الاستغاثة لعد هذا جهاز دوراً حاسماً في اللحظات الأخيرة لتيتانيك هنا نرى العناصر التي تم انتشالها من الحطان هذه الآثار الصامتة تحمل آلاف القصص التي لا توصف يحتفظ المتحف بالرسائل والبطاقات البريدية المرسلة من السفينة عند قراءة هذه الكلمات يبدو الأمر كما لو أن الناس يتحدثون إلينا مباشرة يعد معرض الأطفال بمثابة تكريم مؤثر لأصغر ركاب سفينة تيتانيك إنه لأمر مؤلم أن نرى العابهم وملابسهم نأتي الآن إلى غرفة محرك السفينة تعطي المحركات والمراوح الضخمة إحساساً بالقوة الهائلة التي دفعت هذه السفينة غير القابلة للغرق الآن دعونا نزور الجسر تقف عجلة السفينة وقمة البوصلة كشاهدين صامتين على الكارثة عندما نشق طريقنا عبر المتحف نواجه العديد من القطع الأثرية التي تم انتشالها من الحطام مما يوفر اتصالاً مؤثراً بركاب السفينة وطاقمها يعد لمس المتعلقات الشخصية والصور الفوتوغرافية المؤرقة والتذكارات الأصلية بمثابة تذكير مؤثر بالقصص الإنسانية المتشابكة مع مصير تيتانيك المأساوي الآن ندخل إلى معرض الأبطال إنه يكرم الأفراد الشجعان الذين لعبوا أدواراً رئيسية في جهود الإنقاذ ويشيد المتحف أيضاً بروبرتو بالارغ عالم المحيطات الذي اكتشف حطام تيتانيك في عام 1985 بعد ذلك نستكشف التأثير التقافي تيتانيك من الأفلام إلى الكتب لا يزال إرث تيتانيك مصدر إلهام المعرض الأخير عبارة عن لقطات مذهلة تحت الماء للحطام يترك لك صورة مؤلمة للسفينة المفقودة عند مغادرة المتحف ستجد جداراً تذكرياً تكريماً لأولئك الذين لقوا حتفهم في الكارثة لا تفوت محل بيع الهدايا في طريقك للخروج إنها مليئة بالتذكارات والكتب لأي شخص يتطلع إلى التعمق في تاريخ تيتانيك شكراً لانضمامك إلينا في هذه الرحلة عبر متحف تيتانيك إنها ليست مجرد مجموعة من القطع الأثرية ولكنها شهادة على شجاعة الإنسان وأمله وقدرته على الصمود كل معرض يحكي قصة وكل قطعة أثرية تحمل ذكرى متحف تيتانيك ليس مجرد مكان للزيارة بل هو تجربة يجب الشعور بها إرث تيتانيك يعيش هنا يعد هذا المتحف بمثابة تكريم للسفينة التي كانت بكل معنى الكلمة غير قابلة للغرق في قلوبنا وعقولنا عند خروجنا لا نترك متحفاً خلفنا فحسن نحمل معنا أصداء حقبة ماضية وهمسات لآلاف القصص التي لم تروى متحف تيتانيك لا يقتصر على تذكر الماضي يتعلق الأمر بالتعلم منه وفهمه والاستفادر منه في المستقبل متحف تيتانيك ليس مجرد متحف إنها رحلة غامرة تعيدك إلى عام 1912 لذا حتى المرة القادمة تذكر تيتانيك تتذكر الحياة التي لمستها والقلوب التي حطمتها والإرث الذي تركته وراءها وأخيراً نختتم رحلتنا في الحديقة التذكارية وهي مساحة هادئة مخصصة لذكريات أولئك الذين لقوا حتفهم إنه يوفر مكاناً للتأمل والتذكر ويذكرنا بها شاشة الحياة عندما نغادر متحف تيتانيك يغمرنا شعور بالرهبة والإجلال للتاريخ المذهل الذي شهدنا انضم إلينا في المرة القادمة لمغامرة مثيرة أخرى شكراً على المشاهدة ولا تنسى الاشتراك في قناتنا للحصول على المزيد من مدونات الفيديو الممتعة حول السفر شكراً على المشاهدة